في أعقاب تحقيقات موضوعية ومكثفة حساسة ومعقدة في جريمة القتل التي هزت المجتمع العربي قضية مقتل الفتاة القاصر ريارة أيوب في سن 16 عام فقط في قرية الجيش قدمت قبل قليل النيابة العامة لواء الشمال إلى المحكمة المركزية في الناصرة لوائح اتهام وطلب تمديد توقيف حتى نهاية الإجراءات القانونية بحق محمد أبو زينب الذي أدار الفرن فيه قام بالجريمة الوحشية هو وقاصر آخر يحضر نشر تفاصيله وفق القانون ووفق أمر حضر النشر الذي أصدرته المحكمة في هذه القضية ستواصل الشرطة عملها بكل إصرار وعزيمة ودون هوادة بهدف فك رموز جرائم القتل في المجتمع العربي بشكل عام وضد النساء على وجه الخصوص فإن لم يكن الضمير الحي والقيم في التسامح والمحبة المنارة التي يقتدى بها ليكن الحق والحقيقة وسيادة القانون والعدالة سيد الموقف